حابين كمان نتكلم عن أرقام المواجهات بقى ما بين المنتخبين مصر والسنغال هم التقوا قبل كده 11 مرة في يعني فعاليات مختلفة ما بين بطولة كأس إفريقيا، تصفيات كأس العالم، كأس الأمم الإفريقية، مباريات ودية المهم متقبلوا 11 مرة الفوز كان حليف منتخب مصر في 6 مناسبات مختلفة بينما فازت السنغال في 4 مباريات وحسم التأهل نتيجة لقاء واحد جمع ما بين الاتنين المواجهة الأولى كانت في كأس الأمم الإفريقية سنة 86 اللي طبعا استضافتها مصر في ذلك الوقت وانتهت بفوز السنغال بهدف نظيف في دور المجموعات ولعب المنتخبين وصاد بعض في بطولة كأس ودية في مصر كانت سنة 2005 وفازت وقتها مصر بنتيجة 4-2 واتقابلوا تاني في دورة الألعاب الإفريقية عام 87 وكان الفوز حليف الفراعنة بهدف نظيف يعني باختصار كده بلغة الأرقام التاريخية إحنا الغالبة كانت طول عمرها لنا لكن إن جيتوا للحق كرة القدم لا تعترف بالتاريخ تعترف بالأرقام الحاضرة واللي بإذن الله إن شاء الله عايزين نكتبها بقى باسمنا المرة التامنة وبإذن الله يكون اللقب لنا ونواصل تحطيم أرقامنا القياسية ويشتركوا في القناة